اشتركوا في القناة وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا أما بعد أيها الأحبة أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي قناة أعرف دينك في هذه الحلقة بإذن الله نتطرق إلى أماكن وضع السحر وما يوضع في نار مستديمة أو ما يسمى بالسحر الناري السحر الناري ده لازم لازم ولابد أنه يتعامل على حديد يتعامل على قطعة حديد تمام؟ بيعمل بيكتب السحر ساحر بيكتبها على قطعة حديد بيفحرها طلاصم اللي هو مطلوبة تفريق أو غيره يكتبها على قطعة حديد ويطلب الساحر من الشخص اللي جاي يعمل السحر أنه هو يحطها تكون قريبة من نار وغالبا غالبا ما توضع عند الأفران بتاعة العيش الفرن بتاعة العيش يقول له مثلا نخدها هي ويعملها في سلسلة ويعلقها تكون قريبة من الصهد والحرارة والسخنية بتاعة الفرن فرن العيش الفرن طافي مش شغال تلاقي الشخص عادي وطبيعي جدا ويعامل الناس كويس خالص ويعام مثلا زوجته كويس جدا أو الزوجة مثلا اشتعبانة اش مريضة وتبقى كويسة وتعيش حياتها طبيعية أول مبتاع المخبز يولع يشعل النار عشان خاطر طلع عايش اشتغل عندنا شغل النهارد أو في الوقت ده تلاقي الشخص يحس ان فيه صخد او حرارة او سخنية خارجة من جسمه في الوقت ده بالذات ممكن مثلا يبقى في الشتاء في البرد قولك يعني مع البرد ده كله انا حران انا مش طايل هدوم العلي وممكن كمان ما يتغطاش مثلا هو نايم بالليل لان الفرن شغال بالليل فيقوم انه هو كلما يكون الفرن شغال الحرارة شغالة القطعة الحديد والسحر الناري لا يكون الا على حديد اي حاجة معدن اي معدن عشان خاطر انه هو يتحمل النار كلما تشتغل الفرن والنار تشتغل وتأثر الصهد بتاعها يأثر على قطعة المعدن او الحديد المريض تلقاه يثور يهيج عنده مشاكل تعمان مريض عندها نزيف يحصل مش عارف ايه وهكذا فيطلق عليه السحرة اسم سحر ناري ويطلقون على صاحبه ذو طبع ناري كما ذكرته انه هو يوضع في عند النار ولا يكون الا على معدن لا يكون الا على معدن اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والى لقاء اخر ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك وكما من ان اعرف ما يناسه هم ترجمة نانسي قنقر